اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين خليني أرحب ديوف نجومنا اللي موجودين معنا النهاردة في هذه الفقرة زكا إيجو كله تمام الحمد لله زكا إيجو كله كويس هارض لك وانتو كمان وعاشتوني جداً هارض لك طبعاً مبارح مباراة كانت صعبة جداً ولكن كان من الممكن نحن نصعد إلى كأس العالم صدر إيجو كمان ممكن طبعاً أنت في مرتين ضربتين ترجيح الكرة معاك أنت هما ضعوا مرتين الأول كنا نحن لو سجلنا المرتين دول وكمان السجلية الثالثة فقوة انت ستبقى ثلاثة سفر بس يعني سيناريو تاني خالص بس يعني إرادة ربنا وطبعاً يعني في بعامل كثير يعني احنا كنا أصلاً ممكن ما نصرش أصلاً بالترجيح يعني احنا كنا ممكن في النص ساعة الوحيدة احنا في الماتشين لابن نص ساعة نص ساعة التانية في الشوت التاني شوت التاني مبارح فإحنا كنا ممكن نعملها حاجة يعني أنت عندك القدرة أن أنت تهاجم وأن أنت تمسك كورة شوية ولو حتى تلت ساعة براش نوص ساعة تلت ساعة وروحت بكورة كورة زيزو رأسية وفي كورتان يخترق بها وهكذا كممكن تعمل منظر لكن أنت لأسف معتمد تماماً ودي يعني إجمالاً مع كيروش يعني خلال مسيرته معنا يعني هو كل حاجة هو رجل معتمد على أنه يخطف جول وخلاص أو يوصل أصلاً بالترجيح يعني احنا في كذا مرة وصلنا لثالث مرات أو رابعة يعني هدفت في أوم أفريقيا والرابعة في المنديال كلهم يريد أن يوصل المباراة لبات الترجيح طيب وصلناها احنا وصلنا قبل كده في أوم أفريقيا ومفقناه فليه أنت تغامل مرة تانية ليه أنت كل مباراة واضح أننا رايحين لبات الترجيح مع أن أنت لقد سجلت هدف واحد بس خلاص هو لا تخفص ده لو هي سفر سفر أو واحد سفر أو اتنين سفر اتنين واحد أو اتنين واحد خلاص لا أنا أقصد أن أنت تتلات حالات حتى لو اتنين سفر اه بالضبط يعني إحنا لها الفكرة كلها كنا مرة تكلمنا مع حضرك هنا كابتن إسلام أن مشكلة منتخب مصر مع كيروش حاجة واحدة بس ظهرت في أوم أفريقيا التحولات الهجومية بتاعتنا عاملة إزاي؟ في الماتشات الكبيرة أما نتكلمش حتى على الماتشات الصغيرة أما كان في الماتشات الكبيرة لما بنمسك الكرة هنعمل إيه؟ هي دي أنا شايف أن دي الأزمة الوحيدة اللي ظهرت معنا بشكل كبير مع كيروش إحنا الماتش الأولاني لذهاب كرة عمر السلية لصلاح في الأول كانت جملة واضحة يعني مترتبة لأن مصطفى محمد طلع أنه مفروض هيسندها وصلاح كسر كانت فيها جملة طب ليه ما بنكررهاش بأساليب مختلفة نعتمد على سرعة محمد صلاح لأن محمد صلاح مش ياخده كرة ويرقص صح فالنهاردة ماتش كودفور إلى حد ما كانت ديه نفس المشكلة ماتش الكاميرون كانت ديه نفس المشكلة السنغال الأفريقية الماتشين بتوع الزهاب والإياب كانت هي نفس المشكلة نحن بنقف دفاعيا كويس جدا يعني السنغال نظريا هنتكلم في إجمالي 120 دقيقة إياب وال90 دقيقة إزهاب هنتكلم في ثلاث فرص للسنغال يعني لهم مسكين كون عامل ثلاث فرص مصر كان لياه فرصتين في مباراة الإياب النهاردة كنا نقدر الفرق الأفريقية أعتقد حضرتك كمان تفتكر كلمة كان مستر مانو الجوزي دايما يقولها أن دايما المدافعين الأفرقى حتى لو كانوا محترفين دايما عندهم مشكلة لما بتضغط عليهم بشكل معين أو بتلعب لهم الكور العكسية بيتلغبطوا بيدربوا في بعض الأخماق وده اللي حصل لما زيزو مصطفى محمد نزله كورة الوحيدة اللي زيزو عمالها قطع لجول بالزبط لعبتله كويس صلاح لما راحل الشمال ولعب الكورة العرضية زيزو لعبها بدماغه يعني كان فيه شكل تقدر ان انت تلغبطهم لكن انت سبتهم ان هم لعبوا براحتكو وانواقف مراسس الدنيا ربنا كرمنا في كورة بتاعتنا حمد الشناوي يعني دي كانت يعني حمد الشناوي كان على فكرة أي حارس ممكن في اللحظة دي يقف مثلا بعد الكورة مكاسة لكن الشناوي لعب على الرزق بتاعه أو الحيطة بتاعه تعرف اننا فيه ناس كتيرة جدا اللي شافت إما كورة دي تصدت قلنا هنوصل يا كابتن دي جوم بالضبط عم كان ربطت أصلا من ربطتها بالكورة اللي احنا مثلا قفلو اثنين وقبل كده يعني بس انك محضرش قبل كده قوي بس من أول قفلو اثنين مثلا بقوا عقول احنا بقعنا كورات غريبة في الجزائر والمغرب وهكذا فاحنا قلت بقي شبهها حتيجي معانا هذا الأمار مثلا كان تحت الجون تحت الجون تحت الجميع وطبط من رجلو لنا فوق العرضة بالضبط وبرضو في العودة هناك في العودة برضو فوق وطريق السعيد وطاعة المغرب لا احنا شفنا احنا عشنا سيناريوهات صعبة تقريبا ده أصعبهم يعني بعيدا طبعا الستة واحد بعد غانا وكابتن باجي طلبة طبعا وبركات في الجزائر بركوات الجزائر بدي كون الأخران الكرة اللي طلقها برده ده كان ناس ده فسيناريهات زي دي عدت علينا كتير كتير بس دي كان صعب بس الحمد لله احنا ما شفناش سيناريو الجزائر والكاميرو اللي ده كان أصعب برضو بس احنا كان انا وجهة ناظرة كابتن اه طبعا احنا قدنا اللي علينا واللعيبة قدت اللي عليها وكمجهود ويشكر وكل حاجة ولكن اعتقد كان نقدر دي بقى شكلنا أفضل منك بالضبط طيب برضو على الجانب الآخر عايز اقوله بس لحضراتكم من الأستاذ جمال علام في مداخلة تليفونية مع مع هاني حتحوت في برنامجه اتكلم وقال ان هو يعني بيطالب المهندس هاني بوريدا والدكتور حسن مصطفى بالتدخل لصالح مصر في وهو منتظر رد من لجنة الاندباط في الفيفا علشان يشوفوا ايه اللي هيحصل لان الكاف حول شكوى مصر في ضد السنغال الى الفيفا وبالتالي طالب المهندس هاني بوريدا والدكتور حسن مصطفى المهندس هاني بوريدا طبعا عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم والكابتن حسن دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعنده طبعا علاقات قوية جدا في اللجنة الأولمبية طالبهم بالتدخل لصالح مصر طبعا وتحريك هذه الشكوى ممكن يا عائل نفضل ورحقنا لما نشوف ايه اللي هيحصل وطبعا اكيد احنا ما فيش اي مشكلة من الاعتراض انا ما معادي اعتراض بس انا مش عايز اعيش الناس في وهم او في امل ان احنا في اعداد المباراة لا 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 مش مسألة امل ولكن مسألة انه قد يكون انت عندك حق في اي شيء تحاول تاخده احنا فعلا عندنا حق لانه حصل قبل المباراة والاعتداء على الاوتوبيس وايهانة ان انت تعمل نشيد الواطن السفافير اسنان نشيد الواطن دي حاجة يعني انا ممكن اتفاهم الليزر على فكرة الليزر يعني ماشي في الكورة و احنا شوفناه قبل كده لا لا بس نشوفناه بهذا البيهديد طبعا اكيد طبعا الواطن الدولي كمان في فترة يعني زي ما حالا قلت كان موجود لكن هما في فترة ده كان الليزر تحديق كان بتحط كده اسمن يعني ما ينفعش ان هو يخش في الملاعب خش في الملاعب صح صح فاكيد ان هو يبقى موجود بهذا الكم ده صح يعني اكيد مترتب له يعني مش الموضوع مش حاجة فردية لا ان النهاردة ان هتخش به ومحدش هيمنعك فلازم اهم حاجة حضرتك قلتها ايه لو لنا حق نطالب به ولكن بهدوء ما نقولش للرأيي لعنى احنا هنعيد الماتش ان نستنى والله يجي قرار بقعدت الماتش كان بها ما جاش قرار خلاص احنا نبقى خد نحاق لكن انا بتوقعات انا الشخصية ان الموضوع هيرسي على يعني ممكن بعض الماتشات بدون جمهور وغرمطة اكلمت في هذا الامر لنواق هم مش بتعوديين هم مش بتعوديين احنا كده طيما هستت بتقولي ده فعادي في الكورة عادي في الكورة عادي في الكورة ما جبنا حتى بعض الصحف العالمية سواء من فرنسا او من انجلترا او من بلايات كثيرة بيتكلموا عن ان محمد صلاح والعنصر او يعني الشكل اللي تعرض له محمد صلاح في الليلزي لو زي ما حضراتكم شايفين دا جايبين دا الصورة دي ترند على كل مواقع التواصل الابتماعي هنا وبرى مصر بس كان لازم يا كابتن نعتارب برضو هناك وقت المطش يعني احنا برضو يعني نتعلم للأسف حاطنا في مواقف كتير ولكن لازم نتعلم ان في مواقف زي كده لازم يبقى لنا وقفة اكبر جو الملعب اه ممكن يبقى جو ما انا بعمل ايه ممكن لا يعني على فكرة لو كان ممكن اعتراض بشكل ما والناس تقف كان ممكن مسلا مزيع الداخلي ينبه تنبيه ما انا فاكر في مصر مرة حصلت ان مزيع الداخلي بشكل ما بسيط قال يا جماعة بعد اذنكم ما نستخدمش الليزر كان وقتها في مصر برضو بعض الناس بتخش به عشان ده ممكن يؤدي الناس بتخاف على بلدها وبتخافها فاكيد هناك لو كان احنا اعتراضنا بشكل قوي قبل المباراة وكان لنا موقف معين قبل المباراة كان ممكن الوضع يبقى اهوم كوا لكن اللي حصل حصل وفي النهاية برضو يعني احنا مخسرناش بسكور او يعني مدى التأثر ان احنا قدرنا نعبر بالمباراة بشكل جاي وكان ممكن نسجل وحتى في ضربات الجزاء الشناوي كان علي الليزر والحمدلله قدر يصد كرة لكن احنا حظ يعني الدنيا وهي مش مكتوبة يعني انا شايف ان هي واضح انها مش مكتوبة عموما يعني هنقفل برضو الملف ده وحنطلع فاصل وبعد الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن الاهلي ومهمة صعبة جدا ان شاء الله يوم الحد ان شاء الله يستطيعنا الاهلي ان يفوز في هذه المباراة نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نجد اهلا وسهلا بحضراتكم يا مرأوك اعزائي المشاهدين ايش مباراة صعبة ومباراة مهمة في توقيت صعبة اكيد طبعا يعني احنا حراكنا بالهلال طبعا اه اكيد ده ولم تتكلم عن مباراة الهلال خاصة جاي في الوقت ده وده وقت الصعب ماتش صعب ان انت بعد الحالة النفسية اللي احنا فيها واللعابة الدولية فيها يمكن انه مبسوط بس عالي معلول طبعا بسبب تأه بنبريك له طبعا يعني لكن اللعيبة طبعا معظم قامنا طبعا معتمنة على العامة مصرية فأكيد طبعا يعني حياته النفسية مش في افضل احوال خالص انت بتتكلم عن انه اللعيبة جاية اصلا ارهاك يعني حتى يعني اخد قفشة وما لعبوش يعني انا مش فيها موضو ليه يعني فصراحة بس في الاخر احنا قدام تحدي صعب تحدي ان انت تفصل اللعيبة عن الحالة اللي احنا كنا عشينها اللي احنا كنا طبعا يعني مع اني انا من النوع ما كنتش مدفال او بالتأهل يعني انا كنت مستعد للسيناريو زي ده بس الاثر بعد ما يحصل برضو بتتدايق وبتزعب ففيه تحدي كبير جدا قدام الجهاز الفني للنادي اهل نوع يخرج اللعيبة من الحالة دي خرج اللعيبة من حالة انه خلاص يا جماعة ملف الدول ده اغلق وخلاص ان شاء الله بإذن لان نحلم في المفروض التأهل والسهل بعد كده اصلا كسعام مفروض هايزجيد بقى موضوع اي عقودة وكلاب من ده فنحن بقى كمان 4 سنين لكن دلوقات احنا عندنا حلم هو الفوز بالتالتة على التوالي ده مش هيحصل بالكلام ولا يحصل بان احنا بنقول لان احنا اكبر واقوى فريق في افريقيا ده بيحصل بان انت تترجم الكوة دي في الملعب تترجم الكوة ان هو يعني ساندونز اللي احنا طبعا هو فريق محترم جدا يعني بس هو كسب الهلال اربعة كده بمنتهى السهولة في السودان فإذا أنت من حقك ومن حق الجمهور الأهلي يحلم أنه يكسب برضو الهلال السوداني رغم الظروف دي برضو نكسب برضو سكور هنا عشان أنت تقول لا أنا جاي أنا خلاص هو اللي حصل يجب أن يتم الوضع في الاعتبار أنت بتلعف بفريق كبير برضو طبعا هو فريق كبير طبعا أنا متفاهم ده جد هو فريق كويس وقال ليه بتأني هو أصلا بنافس معنا هو عنده فرصة دينا في التأهل كتاني لكن أنت الأكبر أنت صاحب التاريخ الأكبر وإنت المحتاج أصلا هو لو لقدر الله عمل حاجة فهو مفجأة لكن أنت الأساس أنت اللي أنت عندك الفرصة أنت يعني فيه تعادل أول حتى طبعا إحنا بدعم الفوز إحنا طبعا ده فرصتين يعني تعادل يفوز لكن إحنا طبعا لا 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 ما عليش إيشو عشان بس أنا اللقطة دي بالنسبة لي برضو لقطة مهمة جدا وبالنسبة للينا كلنا كمصريين اللقطة دي ده أحد المشجعين السنغاليين هو ماسك الليزر زي اللي أنا كنت ماسكه بالزبط من شوية وعملته على الشاشة بس عشان نوري حضراتكم ده بسمينه بطل قومي في السنغال أنا مش بهزر على فكرة لكن اللقطة دي لقطة جايبينها من بعض الصحف السنغالية وبتقول على هذا الرجل هو بطل قومي لأنه ساعدة يعني أنا بقول طبعا دي للأستاذ جمال علام وللجميع أنا راجل مصري وبحاول أن أنا أوري لحضراتكم إيه اللي بيحصل عايزين تاخدوا الحاجات دي كلها كل الحاجات اللي احنا عملناها والتجارب اللي احنا عملناها على الهواء مباشرة وطد ويتم ضمها للملف اللي بيتعامل عشان يروح للفيفا أو نكمل الملف بتاعنا ما عنديش أي مشكلة طبعا وحب أسعيد بده ده هذا الرجل بيتقال عليه أنه هو رجل المواقف الصعبة والرجل البطل والرجل المش عارف إيه اللي هو ساعد أن محمد صلاح ما يعرفش يجيب الكورة أهو أنا بس بأوري لحضراتكم علشان بس الناس ما تاخدش الموضوع لناحية التريقة لا إحنا ما بنعمل حاجة بنعملها علشان الناس كلها تشوف إيه اللي بيحصل الناس كلها تعرف إيه اللي بيحصل بالمناسبة برضو إحنا بتتكلم قبل ما نرجع تاني نتكلم مع إيشو ومع عيمان جلبرتو الكابتن واق الجمعة أعلن عبر تويتر أنه رحل رسميا عن توليه منصب مدير الكورة مع منتخب مصر قال اليوم نهاية رحلتي وتواجدي كمسؤول مع المنتخب ده وأعود مرة تانية لصفوف المشجعين ده كان كلام كابتن واق الجمعة على تويتر طبعا الكابتن واق الجمعة كل التوفيق ليه في أي مكان واحد من أهم معظم اللاعبين في كرة القدم المصرية والنادي الأهلي تفضل إيشو طبعا يعني وقال جمعة من أساطير الكورة في مصر وفي النادي الأهلي طبعا ويعني هو بصراحة مش ده المنتظر اللي هو قدم استقالته صراحة معين هو رجل تاني قدم استقالته بس أنا مش يعني أنا قابلها لأسف بعض المسؤولين مش قابلينها يعني نرجع للنادي الأهلي وحلم أنه إحنا لازم مرة تانية نفصل عن الحصل اللي بعد ونبدأ أن نركز مرة تانية في أن أنت بتلعب على فرصتين نظريا عندنا فرصتين لكن احنا بنلعب على الفوز والفوز كمان بنتيجة إن شاء الله تكون كبيرة عشان هي بقى نقطة بس أخيرة بس يعني أبل المسيب طبعا الكلمة لصديق أيمن النقطة بتاعت إنه هو الله أنا بطلب اللعيبة والجهاز الفاني نحن نكسب بسكور وفعليا النادي الأهلي بيقدم مع مسيماني أرقام وبطولات ونتائج بفوز يعني أربعة وخمسة وأرقام كبيرة كده ورغم كده مع الإعلام المصري بمنتهى الأمانة الإعلام المحايد نظريا يعني بيقى طعف الرجل ورجل يبقى كذبان أربعة وخمسة وميقى طعف لكن مع غيره وغيره هو كان طول الوقت يقول أنا جاي عشان أهل كاس العالم ما تحسبونيش على كاس العرب ما تحسبونيش على كاس أولا تتعرض لهجمة قوية جدا أو الانتقاط قوي جدا أنا شايف أنه من المبارح بصراحة الناس كلها عملت يعني تتكلم في أي حاجة تانية بعيدا عن كاروس كيلوش كان صعب من المبارح للمعارض أنا فاهم أننا نكون نازع لنين لكن ما يبقاش أننا نتعرض عليه ده كلام كابتن وغيره جمع أنا أسف تقعيشوا مع دوام التوفير الكوري المصرية ودائما العالم بلدنا مصر في السماء بدأ من الأول هو من تحت خلص شكر للجهاز الفني المحترم بقالة مدارب عالمي استفدت منه كتير في فترة وجيزة أتمنى أنه يستمر مع منتخبنا سنوات كتير لاستفادة بما يملكه من علم وخبرة بشكر الكابتن دياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق ليهم وشكر كبير للجهاز الإداري على العمل والاكتهاد والمسندة والشكر الأكبر للجهاز الطبي شكرا لكم جميعا مع دوام التوفيق للكورة المصرية ودائما عالم بلدنا مصر في السماء فاضل فاضل يا جلبرتو معنا وعايز تقولنا حتى تعليق على كابتن واي الجمعة يعني بعيدا عن مستوى الشخصي أنا فخور جدا أنا من أصدقاء كابتن واي الجمعة يعني وعلى تواصل معاه لكن كالواحد بيتمنى هو ما حلفوش الحظ أنه كلاعب يتاهل لكاسر العالم ونتمنى نشوفه كمسؤول ولكن يعني هادي كورة القدم وإن شاء الله كابتن واي الجمعة لسه لي مستقبل كبير جدا وراجل محلل كبير وهنشوفه أكيد في كاسر العالم كراجل محلل وإن شاء الله هتيجي فرصة تانية إن هو يرجع تاني للمناصب الإدارية سواء في انتخب مصر أو نادي الأهلي ويعني إنجازاته كلاعب تستمر كمان كرجل إداري طيب ممكن تقول لنا أهم الأرقام بقى المباراة الهلال والأهلي أو أهم الأرقام من أهلي والهلال يعني لو استعرضنا أول حاجة ممكن نصر تاريخ المواجهات الفريقين من خلال الجدول اللي احنا عملنا الفرقات على فكرة كان نتائج يعني مثلا لما قبل كده كلمنا عن مريح كان الفرق كبير لكن هنا برضو لو في تسع مباريات بنتكلم من الأهلي فاز تلاتة الهلال فاز 2 التعادل 4 مباريات الأهلي خسر مباراتين منهم واحدة كانت في مصر بس دي آخر مرة كانت 2004 بهدف جاستن أعتقد وقتها الأهلي سجل في الهلال 7 أهداف لا سجل في الهلال 6 أهداف هنا حتى بنتكلم التنافس كبير جدا ما بين الأهلي والهلال هلال كابتن إسلام فريق كبير حتى لو تصنيفيا بعيد عن الأهلي ولكن مع النادي الأهلي دايما هم مركزين 100% ما بالك لو هم عندهم فرصة واحدة للتأهل لو استعرضنا كمان ممكن الأرقام بقى بشكل عام في البطولة حاليا عاملة إزاي النادي الأهلي من خمس مباريات قدر أن يكسب مباراتين تعادل مباراة كانت مع الهلال 0-0 وخسر للأسف مباراتين وطبعا هي مباراة سانداونز اللي هنا هي اللي كانت يعني أربكة الحسابات الهلال على المستوى الآخر وكسب مباراة وخسر مباراة وتعادل فيه 3 سجل 4 واستقبل 7 فبرضو هنا الهلال كفريق دفاعا لا دفاعا عنده فيه مشكلة النادي الأهلي يقدر أنه يستغلها بشكل كبير جدا الأهلي مسجل 6 أهداف على مدار البطولة فبرضو قوة هجومية كبيرة لكن برضو دفاعيا يعني فيه مشكلة استقبلنا أعتقد 5 أهداف محمد شريف هو هدف النادي الأهلي في البطولة بشكل عام جايب 4 أهداف منهم 3 أهداف في مرحلة المجموعات برضو نقدر نستعرض أرقام واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة وبيقدم مستوى كبير جدا في الناحية الهجومية للنادي الأهلي الفترة الأخيرة ولكن يعني مش عارفين برضو ليه وما تواجدش مع المنتخب كم يبقى ليه دور بشكل أكبر يعني نتكلم في 7 مباريات إجمالا عف 7 مباريات 10 أهداف لا أعتقد الأهداف ممكن يكون فيها الأخباطة هو 4 أهداف البطولة إجمالا من 7 مباريات المحاولات النجاح على المرمى 7 من 14 محاولة نسبة 50% تمرات النجاح بتاعة 64 من 88 خلق الفرص أو التمرات المفتاحية 3 فأرقام كلها مميزة جدا جدا لمحمد شريف واحد من المهاجمين السنة حتى هو ابتدى يعني 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 في فترة كان تاهل أن تأثر نفسه ولكن سريعا رجع للمستوى هدف الأهلي في الدوري وهدف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا فإن شاء الله العوامل دي كلها زي ما قيشوا تكلم إن هنخرج اللعيبة الدولية من الحالة اللي هم فيها الأهلي للأسف برضو مع كل توقف دولي لازم لابدنا الأزمة بتاعت أن فيه لعيبة بتقع محمد عبد المنعم لسه مش عارفين موقفه حمدي فتحي مش عارفين موقفه رامي ربيع مش عارفين موقفه فدي يعي ثلاث من الكلمة هم في ثلاث أعمدة مع بدر بنوم مش موجود فالنهاردة حالة الدفاعية هنفضل اللي موجودين ياسر براهيم وراجل عمل مطشين أقوية جدا فعنده حمل بدني رهيب أيمن أشرف موجود فهم دول بس الاتنين اللي وارد يكونوا موجودين في المباراة اللي جاية عمر السلية يعني قطر خير الدنيا اللي هو بيعمله في الفترة الأخيرة فعلي معلول السعلي معلول هيجي فرحان لحد ما يعني أتمنى أن الحل بس لحد ما ده هيجي فرحان مبسوط قوي يعني آه يعني هيجي رب نكنان بحظهم برطي رب نكنان بحظ منتخذ تونس بصراحة محظيم بصراحة يعني لجون حالك شفت الجون بتعمالي غريب جدا هناك وغريب جدا نجحة ده بطرت بعدها فلق يعني فلق نبارك لعلي معلول حاجة جميلة أنه هنشوف علي معلول تاني في كاس العالم زي شفناه الكاس العالم اللي فات فلأ إن شاء الله النادي الأهلي هي فرصة واحدة فرصة المكسب مش عايزين نخش في سكة التعادل مش عايزين نخش في أي حسابات معقدة إن شاء الله المكسب لنادي الأهلي تشكيل سريع وتشكيل سريع التشكيل توقع أنه إعادة في حالة طبعا إذا كان محمد عمنام هيكون فيه قناعة وقل أمف يعني وكان جاهز ونفس الكلام برضو هاني لا أعتقدش يعني ممكن تستعمل غير محمد عمنام صح ماشي أنا بصراحة بس لا مش موجود عندك السنائي قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف يمين هيبقى هاني إذا كان جاهز إن شاء الله وشمال علي معلول اتنين ارتكاز عندنا السليا وديانج وقدامهم عشرة إن شاء الله أربعة نتا واحد عشرة أفشة وابعدين قدام السلاسي قدام تاو وشريف وأحمد عبدالقاتر يعني يلعب برضو سلاسي في وسط أنا برضو أميل شوية بس بحقا محمد الشناوي أميل شوية ناحية اليمين واضح أن محمد هاني لسه بيتعافى فأعتقد كريم فؤاد ممكن المباراة دي يأديها بشكل جيد ياسر وأيمن أشرف حاليا ما فيش غيرهم ما نقدرش نستعين بحد غيرهم وعلي معلول لو حالته البدنية تسمح لو ما تسمح محمود وحيد ممكن يلعب الحتة دي طبعا بس أقصد يعني بدنيا برضو معلول يعني برضو من اللعبة اللعبة ماتشاط كتيرة جدا لفترة اللي فاتت في وسط الملعب ما فيش غير عمر السلايا وديانج أفش صنع ألعاب أعتقد أحمد عبدالقادر شمال يمين يعني أعتقد نحمل عليه فأميل لطهر محمد طهر والسترايكر يبقى محمد شريف إن شاء الله يا رب كل التوفير لنادل آلي في هذه المباراة بشكركم شكرا جزيلا شكرا نقيش على قلك معنا وكل سنة طيبين طبعا على الأبواب خلاص يوم السابت أو الحد إن شاء الله في كل سنة ونطيبين شكرا جزيلا نعمل شكرا لك كابتن طيب إن شاء الله خلاص نرجع للدوري وشغف الدوري ويعني نوريك التحف بتاعتنا على الفيرو إن شاء الله بشكركم شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله بتداء من يوم السابت سيكون مع حضراتكم برنامج بالليل في رمضان الأهلي في رمضان كل مذيعي قناة النادي الأهلي سيكونوا موجودين في هذا البرنامج يوميا مع حضراتكم نقول لحضراتكم كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وعندنا يوم حافل إن شاء الله نقول لحضراتكم ويبقى واضح على قناة النادي الأهلي ابتداء من أول يوم في رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما يا رب مصر في خير ودايما يا رب كل جمهور النادي الأهلي بخير وسعادة وسلام إن شاء الله يوم الحد النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في مباراته أمام الهلال السوداني ويتأهل لدور الستاشر ولكل حدث حديث دور التمانية دور التمانية ناسف ولكل حدث حديث في المباراة القادمة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم وأنا حبقى موجود مع حضراتكم أول حلقة يوم السبت وحيبقى بقى بنامج الأهلي في رمضان أشكركم وشوف حضراتكم على خير